مرحبا مجددا قائمة طويلة من المطالب على طاولة المجلس العسكري الحاكم في السعودان يتصدرها مطلب الحراك الشعبي وعلى رأسها الحكومة المدنية محاربة الفساد أيضا إعادة هيكلة جهاز الأمن القومي مطالب شرع المجلس بتلبية بعضها بقراره إقالة عدد من كبار موظفي الدولة المحسوبين على نظام البشير وفي موازات المطالب الشعبية مطالب دولية لم تقتصر فقط على ضرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية والإفراج عن المعتقلين مطلب جديد أضيف لهذه المطالب اليوم طلب وجهته منظمة العفو الدولية للمجلس العسكري بضرورة تسليم البشير المتهم بجرائم حرب اتصل ليل متظاهري سودان بنهارهم فهم لم يهجعوا احتجاجا على استمرار المؤسسة العسكرية في حكم البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير أبرز التلاهرات هي تلك المقامة أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم التي شهدت اليوم أداء صلاة الجمعة في مشهد آخر من مشاهد التضامن بين السودانيين منظموا الاحتجاج في السودان صعدوا لهجتهم في الدعوة لانتقال سريع إلى سلطة مدنية فتجمع المهنيين السودانيين أعلن في بيان نيته الكشف يوم الأحد عن تشكيلة مجلس سيادي مدني يحل مكان المجلس العسكري الحاكم وأضاف أنه سيتم إعلان أسماء أعضاء المجلس خلال مؤتمر صحفي يُعقد خارج مقر القيادة العامة للجيش ودع التجمع الدبلوماسيين الأجانب للحضور المجلس العسكري بدوره لم يستجب للمطلب الرئيس بإزاحته من الواجهة وواصل إجراءات الإيقالة التي دأب عليها في الآوينة الأخيرة لتشمل مسؤولين جدد في بعض الوزارات أما البشير الذي يقبع في أحد سجون الخرطوم فما زالت الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان تلاحقه وقد وصفت منظمة العفو الدولية إفلاته من العقاب حتى الآن بأنه فضيحة دولية وخيانة للضحايا مطالبة السلطات العسكرية بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير دعا معارضون السودانيون الجيش إلى التخلي عن السلطة وتشكيل حكومة مدنية لإدارة شؤون البلاد وعقد المجلس العسكري في السودان اجتماعا مع وفد المعارضة لبحث العملية الانتقالية عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير تطالب قوة المعارضة السودانية باعتقال ومحاكمة كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات وإعادة هيكلة الجهاز الأمن والمخابرات أيضا وحل كتائب الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية دعت قوة المعارضة إلى محاكمة جميع المتورطين في الفساد وإعادة جميع مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا إلى الشعب طالبت قوة المعارضة بمشاركة مدنيين في المجلس العسكري أو مع المجلس العسكري لتشكيل مجلس الرئاسي انتقالي على أن تقدم المعارضة أسماء المدنيين إلى رئيس المجلس ودعت المعارضة إلى إطلاق صراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فورا بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة والإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات تطالب المعارضة بتشكيل حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة خوفا من تمسك الجيش بالسلطة أو تسليمها إلى أحد المقربين من البشير وشددت قوة المعارضة على أن الإضراب والعصيان المدني سيستمر حتى تحقيق تلك المطالب ينضم إلينا من الخرطوم مباشرة رئيس حزب الأمة القوم المعارض إبراهيم الأمين أهلا بك أستاذ إبراهيم وشكرا لتلبية الدعوة ومن الخرطوم أيضا الدكتور الرشيد محمد إبراهيم أستاذ علوم السياسية أهلا بكما معنا ضيفي الكريمين أستاذ الرشيد أليست هذه المطالب والقائمة الطويلة منها عبءا كبيرا على الحكومة المدنية المقبلة إن تم تشكيلها بالفعل والانتقال إليها قبل أن تكون على المجلس العسكري هل سيستغني المجلس العسكري عن كل السلطة التي يتمتع بها الآن ويبدأ بترفيذ هذه المطالب مباشرة وفورا برأيك نعم لا شك إن المستقبل السياسي للسودان الآن تحدده تموضع الجيوش والحشود على الأرض وذلك واضح من الحشد تحالف قوى الحرية والتغيير على الإصرار على الإبغاء على حرارة المدى الثوري في الاعتصام وكذلك أيضا هناك إصرار من جانب المجلس العسكري الانتقالي على أن تكون القرارات والمراسم التي تصدر ذات محتوى عسكري أمني كما هو حادث مع البيان الذي صدر مساء اليوم عبر موقع السودان لايف بأن تسليم القيادة السيادية لن يتم لقوى التغيير والعدالة وأن تمثيلها سيكون عبر اختيارها لرئيس وزراء مدني والتمثيل سيكون محدودا جنبا إلى بقية القوى كما أنها أصدرت توضيحا بأن المجلس العسكري لن يحل جهاز الأمن والمخابرات الوطني ولكنه سيعمل على إعادة هيكلته كما أعلن رئيس المجلس في أوقات فائتة ربما يدفعها إلى ذلك تجربة حل جهاز أمن الدولة وأنه جهاز فيه كثير من المعلومات والوسائق ثم أن عملية حله عمليا في مصر هذه السيولة التي عشها السودان تبقى صعبة إذ أنه جهاز طبيعة غتالية وليست معلوماتية محضة يملك تسليح جيش كامل يملك أصول عربات يملك معلومات للمخابرات السودانية في الداخل والخارج كما أن لديه أيضا شركات طبيعة استثمارية أهم مطلب من كل هذه المطالب اليوم تسليم البشير ما الذي يريده الشارع يريد الشارع اليوم أن يرى البشير في السجن في الخرطوم في السودان اليوم أم يود الشارع أن يرى البشير خارج السودان ومسلما إلى المحكمة الجنائية الدولية بسرعة إذا سمحت حتى ننتقل لأستاذ الرشيد نعم الانتفاضة كانت هتافاتها وشعاراتها في اتجاه إزالة نظام الرئيس البشير لم يكن صوت تسليمه للمحكمة الجنائية حاضرا وموقف المجلس العسكري تم إعلانه منذ الوهل الأولى للمجلس عبر الفريق أول عمر زين عبدين هو رئيس اللجنة السياسية قال أننا لن نسلم الرئيس البشير إلى المحكمة الجنائية وغالبا طبعا الحكومة ذات الطبيعة الانتقالية لن تتورد في قضايا مصيرية هذه معلومة من السياسة بالضرورة وربما الترجيح أن تسليمه إلى الجنائية ربما يجر على السودان ويهدد المصلحة الوطنية السودانية كما أن وجوده في كوبر أيضا يمثل رمزية للذين يعتون من بعده أن من يطقى وأن من يطول أمده في الحكم وهكذا سوف يكون مصيره السجد إلى أي مدى تقف فيها دكتور الرشيد مع التحليل الذي يضعه أو مع الإجابة التي طرحها نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض إبراهيم الأمين بهذه البساطة أو ليست بهذه البساطة قد يكون هناك تعقيد يا أخي في آخر الأحداث التي وقعت تمت إقالة وكيل وزارة الخارجية على خلفية بيان لم يتماشى مع وجهة نظر المجلس العسكري وهذا حصل يعني بالفعل هل تتوقع بأنه سيتعاطى مع هذه المطالب المقبلة والتي ستسحب من تحته البساط معقول يا أستاذ الرشيد غضعا هناك خلاف يعني المجلس الوطني عفوا تسمح لي أن آسف دكتور رشيد خلينا نسمع دكتور رشيد تفضل أو إبراهيم الأمين عفوا تفضل دكتور إبراهيم الأمين نعم تفضل أستاذ الأمين تفضل أستاذ إبراهيم هل تسمعني طيب فقدنا أستاذ إبراهيم لا يسمعني وتدخلت علي الأسماء عذروني جدا إذن دكتور رشيد مرة جديدة اليوم هل تعتقد بأن ما سيتقل ربما كهل نفس السؤال يعني طرحته قبل قليل على الأستاذ إبراهيم الأمين ولم يسمعني قالت وكالة وكيل وزارة الخارجية السوداني أتت على عدم لربما تماشي البيان الذي خرج فيما يتعلق بزيارة وفد قطر إلى السودان مع ما يراه المجلس العسكري هل تعتقد بأنه سيكون هناك لربما على كاهل السودان مستقبلا أو قريبا جدا اليوم أن ينحاز إلى أحد المعسكرين المتنافسين أو المتنازعين أو المتصارعين في الخليج اليوم ألن يكون هذا الموقف المقبل والذي سيسيطر على المشهد نعم واضح أن إغالة وكيل الخارجية جاد على خلفية البيانة الذي أصدره دون علم المجلس وفي هذا قصور واضح للبروتوكولات التي تحكم العلاقات بين الدول كما أن المجلس الانتقالي يمثل رمز السيادة وبالتالي هو الذي يقود الدبلوماسية الرئاسية إن صحت العبارة كما أنه أعطى فرصة أيضا للمجلس العسكري لكي يمضي بعيدا أصلا في عملية الإصلاح التي على رأسها وكلاء الوزارات والخارجية كما أنه قد يكون أعطى رسالة إيجابية للمحور الأماراتي السعودي المصري بأن المجلس بات قريبا من هذا المحور بفضل الحضور والسلوك اللاحق لدول المحور في الإعانة السودان وفي الوقوف معه مغرونة هذه بتصريحات نائب رئيس المجلس الفريق أو الحميتي بأن قوات السودانية ستكون باقية في اليمن فيفهم القرار في هذا السياق المتحدث بإصلاح الدولة وبالإحفاء بإفتزامات السودانية أقاطعك أستاذ إبراهيم هل تسمعني الآن بقية دقيقتين وعذرني فقدنا الاتصال معك أستاذ إبراهيم برأيك هل سيستجيب المجلس العسكري هل سيستغني عن البساط وهل سيسلم إلى سلطة مدنية لربما من دون عوائق تقف أمام المعارضة حقيقة الفرصة الآن بالنسبة للشعب السوداني واستجابة للحراك اللي كان به يكاد يكون كل الشعب السوداني مع القلبة لعنصر الشباب والمرأة أن فرصة لإعادة العلاقات المدنية العسكرية على أسس واضحة نتفادى بيها ما يحدث في المراحل السابقة أو ما حدث في المراحل السابقة من إنقلابات عسكرية وتعقب فترة الديمقراطية الآن نريد أن يكون هناك تحول أساسي هذا التحول لا يمكن أن يتم إلا بسلطة مدنية المطلوب على أن يكون سلطة مدنية هذه السلطة تتولى بمشاركة مع العسكريين أمر السيادة وسلطة تنفيذية حكومة بصلاحيات كاملة وسلطة رقابية مجلس يتولى مهام الرقابة والتشريع نحن نطلم للعسكريين بسرعة عشر ثواني أن يتقبلوا هذا نعم لأننا نحن طلاب مستقبل جميل أود أن أشكرك وظلمتك أن اليوم بالوقت ولا ربما الجانب التقني اليوم لم يساعدنا أستاذ إبراهيم الأمين نأب رئيس حزب الأمة القوم المعارض من الخرطوم شكرا لك ومن الخرطوم أيضا الدكتور الرشيد محمد إبراهيم أستاذ العلوم رسيسي نعم نعم الاتصال صعب في الخرطوم في كثير من الأحيان شكرا لكم أضيفي الكريمين